هكذا حولت عاصفة تلجية شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية الثلوج المتراكمة تملأ جنبات الشوارع الرئيسية بعدما بلغ علوها حوالي 40 سنتمترا في مكتسة المنازل والأشجار اللون الأبيض درجات الحرارة سجلت انخفاضا وصل إلى 5 درجات تحت الصفر محطات النقل العمومي أغلقت أبوابها بسبب موجة البرد كما هو الحال في هذه المحطة وسط شيكاغو ساكنة هذا الحي تفاجأت بالعاصفة الثلجية حيث بدأت تؤثر على الحياة العامة في المدينة واضطر كثير منهم إلى البقاء في المنازل وبدت مناطق عديد خاوية على عروشها عندما خرجت من المنزل وجدت الثلوج تغطي الشوارع والأجواء جد باردة وهذا يدعو لعدم التسرع في السياقة العاصفة الثلجية خلفت تأثيرات عديدة أزيد من خمسمائة رحلة جوية ألغيت بسبب حجم الثلوج الكثيف الذي غطى أبرز مطارات المدينة كما أجلت بعض المواعد لمرشح الرئاسة الأمريكية وتتوقع هيئة الأرصاد الأمريكية أن تتجه العاصفة نحو الشرق الأمريكي تحديدا نحو مدينتي ميشيغن ونيويورك ويؤكد خبراء الأرصاد أن تساقط الثلوج كان متوقعا في هذه المناطق بسبب علوها عن سطح البحر